جهود مواجهة فيروس كورونا أعطت الدراسات الطبية دفعا قوية وخصوصا أن التقنيات الجديدة المعتمدة أثبتت نجاحها بكلام مفصل اللقاحات التي اعتمدت على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال مهدت الطريق لاعتماد التقنية ذاتها لمواجهة أمراض أخرى وبالفعل النتائج الأولى أتت واعدة وخصوصا في مواجهة مرض نقص المناعة المكتسب تفاصيل أوسع عن هذه التجارب والتقنية في هذا العرض المفصل مع الزميل يوسف الشريف يوسف مسى الخير مرحبا معنا في غرفة الأخبار ما الجديد هذه التقنية الآن بدأت ربما يبدأ تطبيقها على أمراض وفيروسات أخرى صحيح مؤند مخترعات لقاح كورونا الألمانيين تحدثا منذ البداية عن أن الصيغة التي بدأ العمل عليها في كورونا عن طريق المسنجر RNA هذه لن تكون فقط لكورونا وإنما ستكون أساس لمكافحة جميع الفيروسات وكأنها يعني عالم جديد وتقنية جديدة وهم وعدوا منذ البداية بأنهم سيبدأون بتجربتها على فيروسات أخرى فمنذ نحو سنتين بات العلماء يلجأون إلى تقنية الحمض النووي المرسال مسنجر RNA في صنع لقاحات مضادة لفيروس كورونا كما حدث في لقاح فايزر بايونتيك وموديرنا اليوم اكتشف هؤلاء العلماء أن هذه التقنية من شأنها أحداث ثورة في عالم الطب لقدرتها على علاج أمراض وفيروسات أخرى اكتشف هؤلاء الباحثون أن لقاحا مضادا لمرض فقدان المناعة المكتسبة يقوم على تقنية الحمض النووية الريبية المرسال أعطى نتائج أولية واعدة في التجارب التي أجريت على بعض الحيوانات بيّنت هذه الاختبارات التي أجريت على قرود أن خطر إصابتها بفيروس نقص المناعة قل بنسبة 79% بعد حقنها باللقاح إلا أن تجربته على البشر ما زالت تستلزم إدراجا وبعض التحسينات عليه بما في ذلك تحسين جودة الجزئيات الفيروسية الكاذبة التي يحتوي عليها وفقا للخبراء يكونوا اللقاح داخل الجسم نوعين من البروتينات الخاصة للفيروس يتم تجميعها لتشكيل جزئيات فيروسية كاذبة لمحاكاة العدوى من أجل إثارة استجابة من الجهاز المناعي يرجح العلماء أنه إذا ما تم اعتماد هذا اللقاح مستقبلا فسيكون من الضرورية المواظبة على أخذ حقن عدة يعني اللقاح لن يكون لمرة واحدة حتى وقت قريب لم يتمكن معظم الناس أو لم يكونوا قد سمعوا بلقاحات الـ RNA Messenger المرسال لكن مع تفشي وباء كورونا وتزايد الأبحاث الرمية لإيجاد علاج له ذا عصيت هذه التقنية يعتقد العلماء أنها قد تكون الحل لعدد هائل من المشاكل الصحية خاصة تلك المتعلقة بالمناعة البشرية مؤند في البكتيريا ما عنا مشكلة عنا أنتي بايوتيكس بضضات حيوية تساعدنا عنا دائما مشكلة مع الفيروسات وهذه كانت فعلا لأن علاجها صعب الآن بعد كورونا توجه العلماء لاستخدام هذه التقنية من أجل لقاح لأمراض كثيرة لها فيروسية وبالتالي هذا ممكن أن يكون تطور جدا مهم وأعتقد أنه آخر تصريحات سمعتها من ألمانيا تتحدث عن أنه ممكن يبدأ توزيع علاج بعد خمس سنوات وبعد الـ HIV السرطان أيضا سيدخل على الموضوع لأنه أيضا السرطان الذي يتسببه فيروسات سيعالج بنفس التقنية بحيث أنه بعد عشر سنوات سيكون الوضع جدا مختلف بالنسبة لعلاج السرطان وآلية علاج السرطان في العالم لا شك تقنيات واعدة كثيرا يوسف خاصة بالنسبة لهذه الأمراض المستعصية حتى الآن على الأقل أنا أذكر الكثير من الأبحاث التي أجريت منذ الثمانينات خاصة فيما يتعلق بالـ HIV وما زالت حتى الآن غير فاعلة لكن الآن التقنيات الحديثة والـ mRNA يبدو يعطي مؤشرات على فعالية لا بأس بها أكل حال سننتظر لنرى هذه النتائج شكرا جزيلا لك يا يوسف